عملوها الابطال عملوها الوحوش عملوها الاسود الزهب للزهب يا جماعة اول زهبية مغربي في بطول دورة الالعاب الالمبية باريس عشرين اربعة وعشرين الفيديو ده بالزات استحايا مننا كل الدعم واللايك والتشجيع لكل ابطال وبطالات المغرب المشاركون في بطولة دورة الالعاب الالمبية باريس عشرين اربعة وعشرين اي نعم لم يتحقق الزهب على كثير من الابطال والبطالات المشاركون رغم قدر المستطاع وكل واحد وكل بطل وكل بطلة بتبزل ما يبزل ويبزل قصارى جهدها من اجل تحقيق الزهب ولا يهمنا سوى تحقيق الزهب المعرضة الزهبية الاولى الزهبية المغربية في اطار مسابقات 3000 متر موانع يعتبر واحدة من اقوى السباقات المتواجدة داخل دورة الالعاب الالومبية باريس 24 واي بطولة دولية 3000 متر موانع وفي ظل تواجد الموانع يوجد مانع اخر وشد منيع وحصين جدا ولكن بقدرة القادر يتعدى المغربي سفيان البقالي بعد تصد جرم الاشيوب وبعد سقوطه امام سفيان البقالي من اجل اقشاؤه من البطولة ومن دورة الالعاب الالومبية وعدم القصول عن ميدالية الزهبية ولكن القادر قال كلمته بفوز سفيان البقالي وفوز عن جدارة واستحقاط بتصدر جدول المتشابقين كلهم ليحصل عن ميدالية الزهبية وبعد صعود سفيان البقالي الى المباراة النهائية قلت لحضراتكم اني لازم البقالي بينافش على الزهبية من اجل اصعاد كل الملايين من المغربة اصعاد كل الملايين من العرب اصعاد كل الجمهور العربي المحب والعاشق لطراب المملكة المغربية والمحب لرفع راية غير المملكة المغربية على اراضي الفرنسية اليوم النهاردة جماعا ميدالية الزهبية بالاخص على يد سفيان البقالي اللي حصل من قبل على ميدالية الزهبية التوكي عشرين عشرين ليصبح اول عداء مغربي يحصل على ميدالية زهبية في موسمين متتاليين في دورة الالعاب الولمبية منذ عام ستة وتلاتين النهاردة العداء المغربي اول عداء عرب افريقي يحصل على ميدالية الزهبية في موسمين متتاليين عشرين عشرين وعشرين اربعة وعشرين عن جدارة وعن استعقاق وعطية بالتمنيات ايضا للعداءون التوانس المشاركون في البطولة سواء الجهناوة او الجزير اصحاب المراتب الرابع والخامس من تصنيف الجدول العودة في المنافسات القادمة ولا نرضى غير بالزهب في المنافسات القادمة ما دامت العداءين المغاربة متواجدة على الساحة الافريقية بمشيط الله تعالى يتحقق الزهب في كل المنافسات وفي دورة الالعاب الولمبية وفي بطولة العالم سوفيان البقالي بطول العالم ايضا في سباق 3000 متر موانع الحاصل على جائزة راشد بن راشد المكتوم الجائزة الاماراتية لشهر اكتوبر الماضي 2023 سوفيان البقالي واحد من اروع ما انجبت المملكة المغربية في هذا السباق بالاخص سوفيان البقالي اللي بذل قصارى جهده وايضا في ظل الانتظام المستمر من اجل اسعاد كل شعوب العرب والمملكة المغربية بالاخص ولحظة دموع ولحظة نزول دموع اللاعب المتعلق صاحب الزهبية اليوم لحظة لا تقدرها كونج الاموال بالفرحة العالمة جدا باسعاد الملايين من المغاربة والعرب الف مليون مبروك هنا ومن داخل قناتي اي عربي يحاول رفع رأية العرب خارج الدياره بالاخص في دورة الالعاب الولمبية في ظل المشارطات الدولية بمشاركة كل ابطال وبطلات العالم كل ابطال ومنتخبات العالم حول العالم اجمع بمشاركة كل الدول يتعدانا ونتعداهم ولكن في الاخير نقصل على الزهبية من افواهين الف مليون مبروك صحقوق الزهبية ولحظة رفع العالم المغربي للمرة المليار العداء المغربي لم ينسى الوطن في ظل الاحتفال وفي ظل الاحتواء الكامل من جامل الجمهور المتواجد ايضا بباريش اليوم اللي رفع رأية المملكة المغربية من اجل تحقيق الزهبية للمملكة المغربية والعودة بكنوز الاموال الف مليون مبروك عن زبارة وان اشتحقها كل ابطال وبطلات المغرب مع قطية بالتمنيات للمنتخب المغربي الاولمبي الفوز ايضا في مباراة الغدى امام المنتخب المصري في سبيل الحصول على الميدالية البرونزية بعد الاقفال وبعد المضادة من جانب كل حكام وكل اللجنة المنظمة داخل دورة الاعلعاب الاولمبية من اجل اقصاء المنتخب المغربي الاولمبي وابعاده عن الشباق نائيا ولاحجناها منذ انطلاق البطولة من اول جولة امام المنتخب الارجنطيني بقيادة الحكم السويدي انديرك اللي حاول انه يخسر منتخب المغربي وهجمته بعد احتشاب خمساشر ديها يا جماعة وقت بدل ضايع للمباراة وهجمته امام المنتخب الارجنطيني ولكن العدل كان والعدي ولكن ربنا سبحانه وتعالى اسم العدل ولا يضيع حقه ولا مجهود اي فريق واي بطل وبطل داخل دورة الالعاب العدل كان موجود وحسن اللقاء بفوز المنتخب الارجنطيني وفوز المنتخب المغربي بعد تعادل المنتخب الارجنطيني بنتيجة هدفين مقابل هدفين يعود المنتخب المغربي ويفوز بالجولة الاولى الجولة الافتتاحية بنتيجة هدفين مقابل هدف ويلاحظ ان ايضا الحكام كلهم المضادون للمنتخب المغربي بالتواغد في المباراة في جولة نصف النهاية امام المنتخب الاسباني وعدم احتساب الهدف الثاني للمنتخب الاسباني اللي واضح جدا ان الكرة خرجت برة المستطيل الاخدر ولم تحتسب بتبديل نفس الحكم وايضا بخروج الحكم الاسباكستاني وبتواغد نفس الحكم اللي افتتحنا به البطولة في دورة الالعاب امام الارزنطين الحكم السويدي ايضا يحكم للمنتخب الاسباني وتطلع النتيجة اماما بالاخصاء ولكن لنا العام في الجولة القادمة امام المنتخب المصري وتحقيق البرونزية في ظل تواغد كلما تعلق وكلما لمع وكلما ظهر وبرق القمر لا بد من تواغد اي مجم شاطة في سبيل اخفاق ضوء القمر ولكن العدل له كلمة اولا واخيرا المنتخب المغرب القرى المغربية في كل انواع الانشطة الرياضية في حالة التعاش وفي حالة انتصار وفي حالة تقدم رائع جدا من بين كل المنتخبات ومن بين كل الفرق والابطال العرب والافارقة على الساحة الافريقية فخر الرياضة العالمية اطيب التمنيات لكل عناصر القرى المغربية في ظل تواجد قيادة محلية طارق السكتاوي ايضا مع تشحيل اخطاء في مباراة الغبدة امام المنتخب المصري في ظل تواجد منير المحمدي اشرب حكيم الواعد المتعلق البارع جدا وايضا في ظل تواجد زكريا الوحدي مهدي بوكمير امير الشردسون بالاضافة لأسامة العزوجي أسامة الجالين بالاضافة لجل تواجد المعناصر القرى المغربية في خط اليجوم مع عودة في جل تواجد صفيان رحامي نجمة وهداف المنتخب المغربي ودورة الألعاب الألومبية بالاضافة للياش خماش بالاضافة للياش بن صغير وعبد الصمت جلزول كل عناصر القرى المغربية دون استثناء الفوز وتحقيق رفع راية المملكة المغربية على أراضي الفنانسية بباريس وتحقيق البرنزية إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمملكة المغربية وأيضا كل أبطلق بطلقات المغرب في شدة أنواع الأنشطة الرياضية إلى مزيد من التقلق والانتصارات للشعب المغرب الطيب الأصيل وأشوفكم على خير فعالة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته